السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباح الأمل صباح التحدي صباح الإصرار أهلا وسهلا بكم في الحلقة 102 من برنامجكم نعم أستطيع نعم أستطيع مش مجرد شعار نعم أستطيع بالإصرار يأتي الانتصار بعون الله وتوفيقه معكم الإعلامي إسلامي الإناوي رسالتي اليوم لازم كلنا الفترة الحالية نتكاتف وراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي نتخطى الأزمات الحالية التي تواجه مصر في الفترة الحالية من تهديدات أمنية تهديدات اقتصادية وبإذن الله هيكون معايا ضيف النهاردة الأستاذ أحمد عبد العزيز دياب هيكون ضيف النهاردة معايا هيشاركني جزء كبير من الحلقة وهو أمين أمانة حزب حماية الوطن بقسم بولاية الدكرور والمرشح الانتخابي عن الحزب في قسم بولاية الدكرور أهلا وسهلا حضرتك أهلا بك بالنسبة لحضرتك لرؤية حضرتك للوضع الحالي والتهديدات اللي بتحييك بالأمن الوطني المصري والأوضاع الاقتصادية المصرية إيه رأي حضرتك في ما يصار على الأبواق الإعلامية التي تهدف إلى هدم الدولة توجه لهم رسالة إيه إيه وتوجه للشعب المصري رسالة إيه في هذا الصدد بسم الله الرحمن الرحيم أولا إحنا الحمد لله يعني من خير ربنا علينا أن إحنا شعبي في ترابط ليوم الدين وما حدش يقدر يأثر فينا وإحنا وراء الكيادة بتاعتنا السياسية في أي قرارات تتخذها الكيادات السياسية بتاعت مصر لأن إحنا فعلا شعبي في رباط يعني مهما يقولوا ومهما يعملوا إحنا في رباط ليوم الدين ولا هنتفرق ولا هنختلف وكل مهمنا وشغلنا الشاغل هو نمو بلدنا وتنميتها ورفع مستواها في كل حاجة إن شاء الله وأنا شايفي القيادة السياسية في زل كيادة الساد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي إن في مشروعات الحمد لله بتتعامل للشباب يعني وطرق كباري مدن جديدة الحمد لله إحنا في تقدم جامد جدا 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 وبالنسبة للمنظومة الصحية تعملت 100 مليون صحة بدعم من الساد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم من الساد الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 100 مليون صحة وعلاج فيروسي قبليها وبعدين علاج سرطان السيدي للسيدات والحمد لله يعني فيه دور جامد جدا بدعم من الساد الرئيس بده دخل مباشر من سيادته بده دخل مباشر طبعا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحمد لله احنا بنشوف مشروعات كانت بتتعمل في عشرات السنين الحمد لله بتتعمل في السنة وحاجات كتيرة عملت يعني مكناش بصراحة على جميع المستويات الاقتصادية والامنية والصحية يعني الحمد لله احنا جيشنا احسن جيش يعني خير جنود الارض في علانه والسيد الرئيس طبعا زوج جيشنا بجميع الحاجات اللي تؤهيله لانه هو يبقى من ضمن الدول المتقدمة جدا من حيث التسليح ومن حيث الامكانيات والتكنولوجيا الحديثة والحمد لله احنا اذكر المشاهدين ان في جزئية التسليح دي ان هيكون معنا فقرة مع سيادة اللواء محسن الفحام انتظروها في نهاية الحلقة بإذن الله هنتكلم فيها عن العديد من الامور اللي تهم المواطن المصري والعديد من التهديدات التي تواجه الامن القوم المصري بالفضل والحمد لله احنا يعني في خير الحمد لله وحسن من ناس كتيرة وبلدنا في خير وشعبنا شعب طيب وشعب جميل وبيحب بلده جدا وما فيش حد هيدر يفرقنا من يعني من اخر اكيد وزي ما تجاوزنا الناجسة في 67 وانتصارنا في 73 بأمر الله هنتجاوز الازمة اللي احنا فيها بأمر الله ونخرج من جايحة الكورونا دي على احسن من ما كلنا بأمر الله لان احنا شعب متكاتف بطبيعة بإذن الله بالنسبة لحضرتك في دائرة قسم قلاءة دا قرور عايزت يا حضرك يعني تطلعنا على دور اللي بيقوم بالاهالي ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الاهالي بصراحة احنا انا شفت منظومة كاملة من الاهالي حاجة تفرح بجد يعني عندنا الناس قامت في جايحة الكورونا دي بحاجات يعني اول مرة شوف التكاتف الغير عادي الجميل دا من السيدات ورجال يعني احنا في بداية الازمة حصلت ازمة اكسجين لبعض الحالات في البيوت وعملنا حاجة اسمها الحجر المنزلي طبعا لقلة الاماكن في بعض المستشفيات العامة وكده فابتدينا نخلي الناس تعمل حجر منزلي في البيت بامتابعة من ده كثرة محترمين من اهالي بلاق الدكرور برضو وبتبرعات الاهالي انا عندي جروب اسمه جروب نابد بلاق الدكرور بصراحة كل الكبير والصغير تبرع واشترينا استوانات اكسجين واشترينا ادوية وعغزية وبقينا نودي الحاجة دي للي نحتاج في قلب بيته جميع ده بالنسبة الجزئية بتاعة الازمة بتاعة الفيروس كورونا بواجه عام ايه المشاكل والمعوقات اللي بتواجه اهالي بلاق الدكرور في الفترة الماضية ولا حدك شغال عليها دلوقتي وبتوعد الناس اللي انت هتستمر عليها اللي حلها في الفترة القادمة واحنا بصراحة عندنا عندنا مشكلتين عندنا مشكلة المرور طبعا ما عندناش عسكرة مرور في بلاق الدكرور ولا في شارع نهية ودي شوارع رئيسية ومهم جدا يكون فيها مرور زيادة الوجود الامني في الشارع في بلاق الدكرور هو في اسم واحد تقريبا في بلاق الدكرور هو فعلا الاسم قليل او على العدد السكان حوالي تعدوا تلاتة مبيون دلوقتي بالمختربين وعندنا مشكلة تانية اللي هي مشكلة انقطاع المياه اه معيني في خزان مياه هناك كبير في صفت؟ مش مش شغال مش شغال مش شغال خزان صفت للأسف السيد المحافظ كان وعدنا اللواء احمد رشد ان هو يشتغل في شهر اربعة هحل ازمة كبيرة ده حضرتك طبعا يحل ازمة كبيرة جدا في مشكلة المية في بلاق دكروا بالزات لان فعلا في مناطق كتير عندنا في بلاق بتعاني من قطاع المياه اه باليومين وبالتلاتة وده طبعا في زل الازمة اللي احنا فيها اللي اه محتاجة نضافة ومحتاجة اه غسيل ايد وتعمل ونضافة ت importante مفيش مياه في البيت فطبعا ده هحل ازمة كبيرة جدا وام ومشكلة هي مشكلة يعني المياه مفيش بيت النهار ده في أي مكان بقدر يستغنى عن الماء وعندنا مشكلة الصرف السحي برضو على طول مشكلة الصرف السحي مرتبطة بالماء ما كان فيه مشكلة في الماء هتلاقي فيه مشكلة برضو مشكلة الصرف السحي جات نتيجة ساعة الانفلات الأمن الناس ابتدت تبني عماير كبير 13 دور و15 دور و11 دور كثافة سكنية مش متناسبة مع البنية التحتية بالزبط كده في البنية التحتية طبعا ما استحملتش الكلام دوت فحصل أزمة الصرف السحي دي ابتدت تظهر دلوقتي كتير قوي في مناطق زي 6 أكتوبر في شارع النهية وفي قفر تورموس وفي صفت في أزمة فعلا في الصرف السحي طيب انت حضرت توقتي في قرارات اتخذت من يومين بخصوص بداية عودة الحياة لطبيعتها زينا في هذا الشأن زي معظم الدول اللي بدأت تخفف من الجراءات الاحترازية عشان الحياة ترجع لها بس لازم فيه دور كبير هيبقى على المواطن توجه الإرسالة إيه للمواطن الفترة اللي جاية دي في ظل القرارات الأخيرة للمجلس الوزراء يعني أنا بقول لكل شعب مصر أخواتنا أنه هو آه أنه يتعامل تلغى الحظرة أو يتمد شوية بس الكورونا موجودة يا جماعة وياريت ناخد احترازاتنا كاملة كمامة برضو زي ما هي فيه صور هتطعيلت كمان شوية بس لو حضراتكو بس يحد يورينا بس السور يرفلنا الشاشة يعني عايز حضرتك يعني تكلمنا عليه تمام آه طيب تمام آه بالنسبة لحضراتك إيه هي آخر الأعمال إيه آخر الأعمال اللي أنت آه آه عملتها في بلاء الدكرور آه الأيام الماضية يعني إحنا كنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة 10.000 شنطة وكنا عاملين حاجة النهاردة مثلا كنا عاملين مبادرة للشباب من أهالي بلاء الدكرور لتنظيم دخول طلبة وطالبات السنوية العامة من أبناء بلاء الدكرور برضو والشباب اللي راحت وراعت الموضوع من أهالي بلاء الدكرور برضو يبتدوا عملية تنظيم الطلبة ومساعدتهم في الدخول للمدارس بأمان يعني وترجع أحاليهم وره عايزين بس حد ييلفلنا الشاشة عايزين حد ييلفلنا الشاشة حد ييلفلنا الشاشة بعد إذنكو عشان عايزين نشوف الصور بعد إذنكو أنا عايز أشوف الصور حضراتكو بس آه آه تمام طبعا وطبعا عملنا كنا عاملين حملة تطهير برضو اللي بعد دورة الروضة الحبيب الشوارع في بلاء الدكرور عاملين حملات توعية داخل بلاء برضو اللي بنوع الناس من خلال برضو شباب محترم بلاء الدكرور برضو آه كنا عاملين آه اللي هو مكافحة فيروس كورونا في العزل المنزلي آه كل ده طبعا آه دوتي بدأت الصور الصور بدأت تتعرض معنا هيات آه ممكن تكلمنا كلمات عنها دي كانت في الصورة دي كانت في مدرسة جواهر بساعة توزيع الخمسمائة جنيه بتوعها دعم العملة الغير منتظمة آه دعم العملة الغير منتظمة آه 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 تاني في صورة تانية دي صورة مع مين ده السيد رئيس رئيس البحث آه آه في صور تانية آه دي فين دي داخل مدرسة بلاء الدكرور برضو قبل بداية العام الدراسي بنتمم على المدارس آه حاجة ناقصة حاجة أي حاجة عايزة تعمل برضو كنا بنعملها الحمد لله آه ايه الصورة دي ده ده روضة الحبيب لزعاية الإنسانية كنا بنعمله عملية تطهير داخل الدار لأنه دار مسنين ودي في جامعية البدر الظاهر كنت بتكرم آه في الجامعية لأن رئيس آه لجنة فاد المنزعات على مستوى الجمهورية ودي صورة آه دور التأهيل آه تكريمي من حزب الوفد للقيادات ودي برضو كنت بتكرم في المركز العربي الثقافي الأفريكي يعني ما شاء الله تاريخ كبير من الإنجازات من تعرفك كلمة برضو ربنا والحاجة أحمد عبد العزيز صراحة من القوامات الكبرى ربنا يا خبيش في العمل الخدمي في حي ولاد دقرور بإذن الله هيبقى معانا مداخلة كمان شوية هنتكلم فيها برضو عن الأوضاع الاقتصادية اللي بتوجهها مصر لحين جهزية هذه المداخلة تقدر يا حضرتك تكلمنا عن دور حزب حماة الوطن بواجه عام في مصر واستعداداته للخوضة العاملية الانتخابية في الفترة القادمة هو حزب حماة الوطن طبعا بكيادة الفريق جلال الهريدي حزب قوي مؤسس استعقى في مصر اه مؤسس فريق السعقى الثلاث سبعات طبعا الفريق جلال الهريدي والحزب بتاعنا يعني حزب مع الناس يعني احنا نزلين كلنا ان احنا نساعد كل أهلنا في كل مناطق مصر بدون أي يعني شعب من الشعب للشعب زي ما بيقوله يعني بالظبط أهم حاجة عند الحزب خدمة المواطن بالظبط كده يعني أهم حاجة عندنا فعلا هي خدمة المواطن وعندنا المهندس معتز الدريم لأمين أمانة الجيزة طبعا من القامة المحترمة وأهم حاجة عنده فعلا برضو ان احنا المواطن ده خدمته هو هدف الحزب الأول والأخير بعيدا عن أي حاجة تاني خدمة في حي في محافظة في وزارة في صحة في تعليم لازم نقوم مع المواطن في أي حاجة من دي قدام المواطن يعني المواطن لو فيه أي مشكلة معاه في حي بالروح معاه في محافظة بالروح معاه في اسم شرطة بالروح معاه برضو في أي وزارة من وزارات وزارة السحة وزارة التنمية وزارة التموين بنخلص حاجات شغل فيها الحمد لله يعني احنا أيمين بدور يعني على مستوى محافظة الجيزة بكيادة المهندس معتزة درملي دور جامد بجد من كل أمناء الجيزة يعني بالفعل بالفعل وده يعني استصارني ولفت انتباهي في مدخلتي أو في حواري مع ساتل لواء محسن الفحام اللي هيتعرض كمان شوية بإذن الله هيبقى فيه معلومات كتير جدا 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 هنعرفها غامضة كانت مبهمة عن عن زهن المواطن المصري اتكلمني هو في رؤية الحزب واختيار قيادات الحزب اختيارات قيادات الحزب في فترة انتخابات الفترة اللي جاي كان فعلا فيها والأساس هو خدمة الناس بالصبت كده المرشح ده هيقدر يخدم الناس قد ايه تواجدوا في الشارع وجودوا مع ساتل المواطنين في مشاكلهم هو ده هذا في الحزب فعلا الأساسي يعني أي عمين من الأمنة بيتم اختياره هو بيعملي مع الناس مش هو عنده كام أو هو مين أو لا الرجل ده شغال ازاي مع الناس في الأرض على الأرض الواقع بيعملي مع الشعب بيخدم الناس ازاي هو ده الاختيار في الحزب بعيدا عن أي حاجة تاني خالص يعني انتظروني بإذن الله بعد الفاصل القصير ده اللي هتشوفوا فيه التقرير دوت فيه تقرير فيديو مدتو دقيقة هتشوفوه دلوقتي معاكو في الفاصل وأرجع لكم أرجع لكم تاني بإذن الله أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الدمهوري وأن أحترم الدستورة والقامل إنها لحظة تاريخية فريدة وفارقة في عمر هذا الوطن فعلى مدار تاريخه الممتد إلى آلاف السنين لم يشهد وطننا تسليما ديمقراطيا سلميا لسلطة ورجع لكم تاني بعد الفاصل المهم اللي اتزع لي حالاتكم من شوية ده وكلمة أخيرة حج أحمد توجهها لسادة المواطنين بواجه عام وأهلي بلاد دقرور باجه أنا بشكر كل أهلي بلاد دقرور بجد على وقفتهم جنب بعض في جائحة كورونا وقبل جائحة كورونا في رمضان الكريم طبعا إحنا كنا في الجائحة برضو وكانت الناس قاعدة من الشغل والناس ابتدت برضو تساعد بعضيها على قد ما تقدر يعني فعلا باما عدن أهلي بلاد دقرور في المحنة دي الجامل جدا أنا بشكرهم كلهم بجد بشكر كل أهلين أهل بلاد دقرور الصغير والكبير فيهم لوقفتهم جنب بعض ومساعدتهم لبعض بقلوب صفية وبشكر شباب بلاد دقرور محترم وبطلب منهم بس يعني يخلي بالهم شوية من نفسيهم ويا ريت نراعي بعضينا شوية والراعي على الناس الكبيرة شوية وما نقولش جائحة كورونا انتهت عشان الحظر اتفك شوية لا يا جماعة الكورونا موجودة ولازم الاحتياطات اللي احنا وغدينها نفضل شغالين بيها الكمامة والنظافة الكاملة ولازم نشتغل كده ونخلي برنا من الناس الكبيرة ونرعيهم برضو جامد وأنا بشكركم جدا جدا وبشكر كل أهلين بجد على وقفتهم في جائحة كورونا من مساعدات في أدوية ومساعدات في أكسجين بإذن الله بتكاتفنا هنبقى نستطيع وفعلا نعم نستطيع فعلا وبهنا نكون وصلنا لنهاية بالنجي معاكم النهاردة وبشكركم على متابعتكم للحلقة دية والخاتمة بتاعتي المعتادة إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته